السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم صلي على محمد وعلى آد المحمد كم صليت على إبراهيم وعلى Rand le berema في العالمين انك حميد ومجيب وبارك على محمد وعلى آد المحمد كما اобрكت على إبراهيم وعلى 0 Yeb на Remove في العالمين انك حميد ومجيب هذا شمع هذا اللون شمع محبة بين ايش بين الزوجين لا بين الاحبة بين الاحبة يعني رجل أو امرأة أو رجل وأخاه كذلك مع صديقه أو كذا هذا كذلك شم أصفر للمحدة بين الأصدقاء وشم الأحمر خاص بين الزوجين إن شاء الله سبحانه وتعالى سأتحدث عن الدعوة الكبرى للأسماء القمرية من اليخيم ويفور واليلغو واليليش واليروت واليروق واليلشش هذه الملوك السبعية طيبة جميلة ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى سأتطم بإذن الله تم العمل إن شاء الله بإذن الله كيفية العمل بهذه الأسماء ومتى نعملها في أي يوم نعملها وفي أي ساعة نعملها وفي أي شهر وفي أي وقف سنعمل هذه الأسماء وبأي بخورات تريد هذه الأسماء وكيف نحن عقيدتنا بالله سبحانه وتعالى هل تكون الأسماء خدمتها بقطع الصلاة والصلة بين الله سبحانه وتعالى أم بالصلاة والتوبة والقيام الليل وصيام الهواجر وقراءة القرآن الأسماء إن شاء الله سبحانه وتعالى أسماء القمرية السبع هذه الأسماء طيبة وكما يذعي لبعض من الرقات وكنت أنا راق بينهم يعني من كده من ستة سنوات أو سبع سنوات كنت أعمل وظيفة الرقية والله يأتيون عندي بعض الناس أو النساء والرجال يريدون لا تكون عندهم الشفاء في الرقية لا يتم الشفاء في الرقية لا يتم الشفاء في الرقية ولكن ماذا يريدون يريدون اللحانيات الربانيات هناك روحانيات ربانيات ألا نقول أن اللحانيات كلها من الشرك ومن البدع ومن غضب من الله سبحانه بل هناك روحانيات كما قلت أن هناك بعض الحالات مستعصية تريد الرحانيات لا تريد الرقاء تريد الرحانيات لا تتم الشفاء عند الرقاء كم من نساء كيمشون عند الرقاء سبع سنوات أو ست سنوات أو أربع سنوات أو سنة بقي وباستخراج وباستفراغ وبرقية بمياه وبشرب مياه وبشرب أعشاب وتعلمون الرقاء أنا كنت راقيا وأنا أصبحت الحمد لله ولله الحمد الآن رحانيا برقيا أعمل رقيا لا أقول أن أنا مشي أعمل رقيا أعمل رقيا ولكن مشي رقيا التي كنت من قبل التخصص خاص بالرقيا أنا الآن برقية وبالرحانيات الربانيات إن شاء الله سبحانه وتعالى هناك بعض النساء كيجري وساكنوا سنوات يعني بعكسات عندها عكسات في تعطيل الزواج أو عندها مسجن عاشق تجري سنوات والرقات يمتصون من ذنائها ويأكلون أموالها بالواطن وهناك حل حلها في الرحانيات ليس حلها في الرقية يعني كما بين قوسين الشرعية إن شاء الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم المبارك وفي هذه الأيال إن شاء الله هذا درسنا الثاني في الأسماء القمرية السبعة إن شاء الله من اليفور وليلغو وليليش وليروث وليروغ وليروش وليلشيش إن شاء الله وهذه الأسماء المباركة سأعطيها همة إن شاء الله ونشرحها إن شاء الله بإذن الله كيف نعملها في الشمع وكيف نصرف العمارة إليها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الربانيين وبدون بطاعة الله عز وجل وبالصلاة وليس انقطاع عن الصلاة أول حاجة إن شاء الله أن تكون الصلة بينك وبين الله بالصلاة وبذكر الله وبتلاوة القرآن كما قلت وبصيام الهواجب هذه إذ أردت الأسماء القمرية السبعة أن تعطيك وأن تتلبى إلى طلباتك إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحبة أو في الجلب وفي الرزق وفي القبول ولكن لا تعملها في ما يغضب الله سبحانه وذلك ما يفعل الوعظ والآن هم من الذين يعني من الذين يعني مرضت الأجساد السادهم وجعلوا الآن من المرضى لإنسان عليه أن يوضف هذه الأسماء يوضفهم فهذه الأسماء هدو في الشمع إن شاء الله كما قلت أن تكون الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى والطقوة وأن لا تكون هناك معصية من شرب الخمر أو الزنا أو ما يغضب الله أو يعني شيء ما يغضب الله سبحانه وتعالى داروري أن تكون التقوى داروري أن تكون التقوى والوعد من هؤلاء الدعاة وهؤلاء قد يقولون أن الرحانيين لا يصل يعني ما عندهم صلاة ولا استغفار ولا صلة بين الله سبحانه وتعالى هذا كله كذب ولا أصل له من الصحة وهناك فعلا هناك يعني لا أقول لهم رحانيين بل شيطانيين يعني شياطين إنس كما أخبر رسول الله وفي الإنس الشارعين قال بله والصحارة والمشاودون هناك بعضهم لا يصلي ويتبول على القرآن والعياد بالله وهذا نحن بعيدون كل البعد عن هؤلاء الذين غضب الله عليهم وهم من أهل النار إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس المباركة إن شاء الله ستتم كلمتي عن أسماء القمر التي صارتتها لكم إن شاء الله اللي قلتها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سنتكلم الدرجة بشيفة من فرموني الناس إن شاء الله ثم سنتكلم حتى بشلحة بشيفة من الأمازيغ إن شاء الله أخوتي الأمازيغ من أراد العمل بهذه الأسماء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وقلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته